أعلنت هيئة الدواء المصرية عن منح رخصة الاستخدام الطارئ المستحضر المونو بير رافير المقام لفيروس كورونا وذلك بعد اكتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ وأكدت الهيئة أن هذا قد تم في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية أيضا كما أعلنت الهيئة أن المستحضر سوف يتم تصنيعه محليا لتكون مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار